بين المشوش والمنتقم بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري بايدن و ترامب انتخابات امريكية لا ينتظرها المواطن الامريكي ينتظرها كل المواطنين في العالم العالم كله بيتأثر بهذه الانتخابات محطن الاقليمي الصراع في غزة مش عايز اقول طبعا الصراع لانه ليس صراعا هي جرائم حرب تحدث في غزة ما يحدث في موضيق باب المندب والحوثيين وتأثير نحن مصر متأثرين قديب كده والعالم والحرب الروسية الاوكرانية والكوريتين والدنيا كلها مرتبطة بهذه الانتخابات عشان كده في فقرتنا دي هنتكلم اكتر مع عضفنا اللي مشرفنا دكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية اهلا بيك دكتور مش عارف هل انا اخطأت ام اصبت لما قلت المشوش والمنطقم هل هذا التعبير يليك بهذا المشهد وكيف ترى يا دكتور جمال بالنسبة الانتخابات الامريكية الانتخابات الامريكية يعني ممكن طبعا يعني في الانتخابات الامريكية دي اصلي من من هي بتجري بين الفيل والحمار يعني الفيل ده رمز للحزب الديمقراطي مثلا والحمار رمز الجمهوري او العكس يعني الفيل مقبولة هو حاجة تاريخية يعني حاجة تاريخية بس هو الفكرة فيها انه الحزب الجمهوري عادة اقوله عشان كده العالم بيبقى من الذي سيجلس في كرسي البيت الابيض من الذي سوف يدير العالم من الذي سوف يدير امريكا فبيدير العالم يعني بالتبعية يعني فتجد انه هو اللي بيجلس في كرسي البيت الابيض من الجمهوريين بيتسم بالتشدد الميل للحروب الميل للعنف الميل لحسم المسائل بطرق غير دبلوماسية بيتعامل مع الخصوم بتوعه في العالم بنوع من العجرفة ده صفات الحزب الجمهوري صفات الحزب الديموقراطي انه هو بصفة عامة برضو ده سياق تاريخي يعني السابت فيه الاعراف المتعلقة بسياسات كل حزب يعني هتلاقي يميل للدبلوماسية دايما هتلاقي يميل للطرق الودية هتلاقي يميل لاستخدام فكرة الضغوط بدل من الحروب ضغوط دبلوماسية قطع علاقات مثلا الحصار قوانين مثلا بنكية مصادرة اموال لكن ما يميلشي للحروب فتشوف مثلا كلينتون اوباما تشوف مثلا حتى بايدن هتلاقي هو لا يختلق الحرب هو برد فعل الحرب بس بيختلقوا سرعات ايوة فيه سرعات عسكرية وفيه سرعات سلمية سرعات هدئة يعني نشوف تصرحات من امريكا ونشوف حاجة على الارض مخالفة لهذه التصرحات لا ماشي دي كلها في اطار الاجندات والاولويات وهكذا والواقع بيفرد نفسه عليه طبعا هو بيمول اسرائيل بكنابل زنة طن زنة نصف طن يعني اول امبارح امبارح مثلا صباحا كان عندنا او اول امبارح كان عندنا يعني هجوم سهيوني فضيع جدا على خان يونس في المعاصر المنطقة دي اتلوا فيها استشهد من ابنائنا الفلسطينيين في غزة اكتر من 101 وعلى خلفية اسباب واهية طبعا انهم فيش عارف مين احد كيادات الفلسطينية موجود المقاومة بتاع حاجات زي كده لا الاسباب الواهية دي مفتوحة استحلقوا استخدموا تمن كنابل من امريكا اللي هم بيدعوا ان هم مفرمين الموضوع منعها لا لا تمن كنابل زينة الكمبيلة طن يا خبرة دا لما استخدم القنابل النووية في هيروشيما ونجازاكي كانت نصف طن يعني الكمبيلة النووية نصف طن يعني كنبلها طبعا يعني خليه الفرق ما بين ايه الحزبين الناس عشان كده منتظرة يعني شوف موقف كل واحد جوا حزبه يعني بايدن جوا حزبه فيه لا ترامب جوا حزبه وشهد احداث الاسبوع اللي فاض تأثير على يعني خلينا نبتدي بايدن الرئيس الحالي جوا حزبه فيه انقسمات فيه معارضة فيه ناس بالطلب بترحي موقف بايدن جوا حزبه زي لا بايدن يعني حتى الان ليس على السطح بدائل بالنسبة له البدائل ضعيف مفيش بدائل هم مضطرين مش ضعيفة ولا غير ضعيفة مفيش يعني هم رهنوا على انه هو لسه المؤتمر الحزبي اللي هو بيتم الترشيح فيه في اغسطس الاسبوع اللي جاي هيبقى جمهوري ولم يظهر احد حتى اسبوع القادم يوم الاثنين القادم هيبقى الحزب الجمهوري الحزب الجمهوري الغالب هيرشح لا الغالب هيرشح في اثنين منافسين بس فرصهم مش كوية جنب ترامب ترامب هو هو الابرز اصله هم بيتم الانتخابات دي على مرحل ايه مرحلة بانه هو بيروح يعمل تصويت في داخل كل ولاية صحيح من الخمسين ولاية الكل ولاية لها اعضاء حزب الجمهوري بيروحوا وصوتوا وبعدين بعدهم يصوتوا ويفرزوا ده يبقى خد الولاية دي المواطنين العادين هم اعضاء الحزب بس اعضاء الحزب بس في المرحلة دي او المرحلة الاولى وبعدين بييجوا بقى يعملوا مؤتمر عامل الحزب يبقى باين شواهده قبلها بالشهور فيه بقى بعض الانتخابات الرئاسية السابقة ما بين ما بين من راجع هذه الانتخابات بيبقى لغاية اخر شهر اخر اسبوع قبل المؤتمر العامل الحزب ما بيبقاش محسوم الرئيس او المرشح القادم للحزب ليه بيبقى فيه منافسة عالية ما بين اكتر من واحد دلوقتي المنافسة ترامب هو رقم واحد وبعدين اللي عزز من فرص ترامب في حزبه داخل حزبه الاول انه هو حصل على حكم قضائي بعدم الملاحقة فسقطت كل الاحكام حتى الحكم حتى الحكم حتى القضية اللي محجوز الحكم فيها ايوم عشرين تقريبا مريب يعني بعد اسبوع العجل ده مش هيقدر يصدر هذا الحكم الا لصالحه يعني ايقاف حتى لو صدر عقوبة ايقاف مع الايقاف ليه لانه صدر حكم محكمة الولية اللي هي سوبريم كارت ده المحكمة الولية اكبر محكمة ما يصدر منها حكم يتلاشى كل الاحكام السابقة صحيح ففكرة ادانات اللي صدرت ضد ترامب دي كان فيها شبهة سياسية القضاء شاف كده وبالتالي قالك لا يبقى ده ده رئيس لا يجب ملاحقته بعد ما يخرج من الحكم لمجرد الشبهات هدي ايه فدي فأعززت فرصه ديته دفع ان اللي كان قدامه ومتصور انه هو ادانته هتدي له فرصة النهاردة اعلن طبعا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال عليها كلام كثير يعني ولغط كثير بيقولك انا الاسبوع القادم يعني اثناء ترشيحي من الحزب هأعلن من هو نائب الرئيس اللي هو يخد معايا المعركة هذا جانب الايه بالنسبة للجانب الجمهوري الجانب الديمقراطي بايدن ما قدامهوش منافس خالص وما تمش الدفع بعدد من المرشحين قدامه منافسين فهو دلوقتي ما قداموش الا الحزب قداموش الا بايدن بايدن ومعه كاميلة اللي هي نائبة الرئيس الشارع الامريكي ممكن يجيب بايدن في حالته الصحية المتدهورة والزهنية الغير حاضرة دي ممكن يقبل بي رئيس مرة تاني هو رجل الشارع يعني انا انا في تأديري بايدن انتهى بطفان الأقصى وحرب روسيا وقوانيا اعلن انحيازه اعلن انحيازه السافر جدا للكان الصحيوني وبيدن لو تلاحظ اول ما حصل طفان الأقصى جه من امريكا 11 ساعة 12 ساعة تيران جاري طبطب على بايتين يهو فظهر وقمتوا بالسلاح وقال له ده كل ادعم ليك ومليارات الدولارات وده له عشرة في عشرين في تلاتين ما الدولارات بيتبعوها ومفيش مشاكل دعم للاقتصاد في حين ان كان الصحيوني في حالة تدور شديدة جدا لدرجة تعرضه للتفكك التدريجي يعني هي حصل يعني شهور ومش هلاقي إسرائيل دي لكن انا بكلمك عن فرص بايدن فهو الانحياز السافر ده كون جماعات مضادة له في داخل أمريكا وبعدين فري بلاستاين دي انتشرت الجامعات حركة الجامعات قد ضدوا بقوة ومكان شي ده موجود قبل كده فحصل رأي عام قوي جدا دي حاجة حاجة التانية ان هو في الفترة اللي فات لما حصل اول مناظرة بينه من حدة أسابيع بينه بين ترامب وترامب زي ما انت شايف لسه بصحته والتاني ما فيش صحة خالص وزاكرته بنسين وعن بيقول أسامي غير أسامي لو كان ترامب بصموقف بايدن أثناء التوفان الأقصى كان هيتعمل ازاي لو ايه لو كان ترامب ما كان بايدن كان الموضوع هيمشي ازاي مش هيعمل أكتر من اللي عمله بايدن يعني كانت تبقى نفس السياسة اه طبعا ما كانش هتبقى هم فيه متعلق ما هو كانش يبقى فيه حلول سريع الناس أنا مش مهتم أن أشوف ياما كتبت في الانتخابات الأمريكية وياما توقعتي طلعت مظبوطة وسليمة وبكتب من واقع على فكرة بالمناسبة ما يعمروش إلا مدة واحدة يعني دايما ياخدوا مدة ياخدوش مرة 2 و4 اه إلا بقى مين اللي كسر القاعدة دي كرينتول وأوباما دول خلوا مدتين بايدن مش ياخد مدتين لأنه لما دخل في ترامب كل قياسات الرأي العام اللي بتبنع بناءا علميا صحيحا مش مفهوش شبهة سياسية من مراكز تطلع رأي عام قوية وعلمية محايدة وموضوعية قالت أنه تفوق ترامب على بايدن والاستطلعات الرأي العادية حتى بدون هذه أول مناظرة دايما بتقول أنه ترامب بايدن انخفضت شعبيته جدا 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 لاعتبارات عديدة يعني منها سياساته في الشرق الأسر بالسياساته في أوكرانيا منها فكرة تضخم فكرة الازدواجية ما بين الدعم الأمريكي لأوكرانيا والدعم الأمريكي لإسرائيل طب دية إسرائيل عملها تقتل طب أنت كنت بدين روسيا عشان بتقتل أوكرانيين طب ما بدينش ليه إسرائيل بتساعدهم لقتل الفلسطينيين فدية الازدواجية دي أشاع حتى الحلفاء بتاع طبعا طبعا أنت سألتين سؤال يعني ذاكي جدا مع الاحترام يعني ليه بقى لأنه أنت بتقول ترامب لو حصل وكان موجود هلقى أيوة نفس السياسة ليه الحزبان بالدولة العميقة في أمريكا أيوة تحت سيطرة اللوبي السهيوني في أمريكا وأنه أمريكا ورست الكيان السهيوني واستلمت الملف من بريطانيا وأوروبا بعد الحرب عالمية التانية 45 فبالتالي لما هم استلموا على طول أي رئيس أمريكي شرعيته السياسية بمعنى القبول السياسي لدى الأمريكيين هو أن يساند الكيان السهيوني فيه بقى حصل بقى متغير أن طفالنا الأقصى أن المقاومة بتقول لك لا إحنا لن نقبل الكيان السهيوني مرة تانية وإن نهاية الكيان السهيوني حانى الوقت وإن في داخل أمريكي يبتدى صوته يزداد والرأي العام بدأ يبقى وأصوات كتيرة يعني منها نمواب نمواب في الكونجرس الأمريكي دول أوروبية كبرى ودول أوروبية كبرى زي أسبانيا زي غير غير أنا بتكلمك عن داخل أمريكا بدأ مثلا يعني سنة رزي كتيرة يقولوا الله إحنا بندي الأموال دي لكيان السهيوني ليه دي أموال دفاع الدرائب الأمريكيين لازم تستخدم في صالح الأمريكيين وليس في صالح المغامرة بلذات أنهم عندهم إشكاليات كتير جوه دكتور جميل الصوت طلع يعني كان بدأ للبطالة أنا عايز أقولك ساعة الكورونا كان بدأ للبطالة كانوا بيدوه ستمائة دولار للفرد اللي كان بيشتغل وعتل ستمائة توقفوا عن دفعه يعني رغم أن بايدن في حاملته الانتخابية قال لك سوف أقوم بالالتزام بصرف بدأ للبطالة دولارتي بدأ للبطالة ما بيتصرفش لأنه ده الأوضاع الاقتصادية في أمريكا نفسها منهارة بس دي دولة كبيرة وهي اللي بتحكم في الدولار وهي اللي بتقدر تيجي تقول لأي دولة خالجية عايزين في نوص وإلا أنتوا بشتعودوا في الكراسيكو زي ترامب كده الأعجر ده خد 500 مليار دولار من إحدى الدولة الخالجية وهكذا فعايز أقولك أن هما الاثنين متفقين على حماية الكيان السهيني هما الاثنين متفقين على أنه ضد العرب هما الاثنين متفقين على أنه يعقبوا الدول العربية العراق يدمروها يدمروا جيشها لصراحة كان السهوني سوريا يدمروها ويعقبوا سوريا بالكيسر وما إلى ذلك عشان كده لبنان عليها قيود طبعا مصر لو قالت لا الصبح تبقى عليها قيود بأمريكا كويس ده برضو فيه ليبيا زي ما أنت شايف السودان زي ما أنت شايف اليمن زي ما أنت شايف وبعدين استخدموا الدول الخليجية اللي عندها فلوس علشان تنفذ أجندات الأمريكية فالمنطقة حبلة بعدم بحالة عدم الاستقرار هما كلهم الاثنين متفقين على كده يعني جيه ترامب بايدن استمر نفس السياسات لن تتغير ده الناس عندها أمل يا سيدي لن تتغير أنا بكلمك كلام جازم أنا المقال الوحيد اللي كان في جريدة الأهرام في أكتوبر سنة 2000 لما ترامب ترامب 2016 المقال الوحيد ترامب هو الرئيس القادم ترامب هو الرئيس القادم وخلينا أقول لحقيتك أنا أكدت في البداية في نفس الصفحة كان مكرم محمد أحمد نقيب الصحفين وقتها أهلا بهيلاري كلينتو الرئيس اللي أمريك الرئيس عفتاح السيسي وأنا فاكر موقفه الناس كلها استغربت أنه وقته الأطول كان مع دونالد ترامب ووقت القدائل كان معهد وهنا الرؤية هنا أنا على استشارتي هنا رؤية مصر وتقدموا الترجم وباللغت من الدولة عندنا الأجهزة لكن أنا أريد أن أقول لك لما جاء ترامب يخلص كتبت مقال قلت بايدن هو الرئيس القادم وصلح ليه؟ لأنه ترامب في الأربع سنين عليه ملاحظات واحد اثنين تلات اربعة أيو وخبال حضرتك فده بيدلل لنا يعني مثلا ترامب ترامب عنده أو الجمهوريين ترامب بمثل الجمهوريين عندهم عداء للصين يتعاملوا مع الصين بعنف وبالحصار وبتقوية تايوان عليهم وبالوجود العسكري في بحر الصين والمحيط اللي هادي وبتاع ومحاصل الصين ده عنف بيعتبروهم كومبيتاتورز يعني متنافسين أما أما الديموقراطيين لما بيجوا بيتعاملوا مع الصين هذا الفرق ما بين الحزبين بارتنرشب أنهما شركاء في النظام الدولي يعني ما يجبش أن أنا أستخدم القوة ولا أعمل حصار وقلل لو أنت شفت برضو بايدن لكن شفت بيلوسي لما راحت وتحدت الصين وراحت زارة تايوان ده عنف دبلوماسي يعني بتستخدم الإيد الدبلوماسية زي ما نقول تحرش تحرش دبلوماسي أنه أنت بتروح بالعافية فالصين هالها تتجنن وتضرب بقى تايوان ورئيسة البرلمان الأمريكي هناك ده الفرق فعشان كده أنا مش عايز حدي يتفائل أنه من خلال متابعته اللي هيقعد في كورس البيت لابيض ملتزم بمناصرة الكيان السويوني وإحنا في المقابل علينا النصر المقاومة عشان تخلصنا من كيان السويوني اقتصاديا ده لأنه كيان السويوني ده جرسومة في المنطقة عدوى كل ما استمر كل ما فكرة فكرة أن إحنا المنطقة تتقدم أو تتحد أو تعبق مواردها التعبئة السليمة أو تستثمر كل ما لديها من عناصر قوة مستحيل تمام أنا عايز برضو أروح مع حياتك لنقطتين أتكلم فيهم برضو في هذا الملف اقتصاديا تبعات هذه الانتخابات على العالم اقتصاديا وعلى مصر خاصة إيه التأثيرات اللي ممكن تكون إيجابية أو سلبية من هذا الملف وبعد كده يعني هتنقل مع حدثك لنقطة تاني بقى وضع مصر كرمانة ميزان في هذه الصراعات الإقليمية المشتعلة خلينا نتكلم عن اقتصاديا هو البعد الاقتصادي أولا مصر بتاخد من أمريكا يعني تقريبا مليار واثنين من عشر ودولار عسكريا في مساعدات عسكرية بناء على اتفاقات كان بتفت تمام فدي وطبعا بتدينا الأسلحة اللي هي أقل مستوى وبحيث تبقى أقل من أما المساعدات أقل من الكيان السيوني في الحداثة في التحديث يعني يعني بتدينا الأقل تحديثا من الكيان السيوني الحاجة الأخرى نحن بناخد معاونات اقتصادية في حدود 200-300 مليون درار تمام ويكاد يكون متوقف كل شوية فريق يطلع في الكونجرس الأمريكي يقول لك لابد من معاقبة مصر لابد من حرم المصر أمريكا بقى البطلب يريد يعمل إيه بيساعد مصر عن طريق إعطاء ضوء أخضر لما يكونوا راضيين عننا إعطاء ضوء أخضر للصندوق نقد الدولي والبنك الدولي على سين يدوننا كروض طبعا بنقع في فخ الكروض وإحنا مش عارفين هنعمل إيه بعد كده فالأوضاع الاقتصادية بالنسبة للعالم أنا شايف أن فيه نوع من التحدي للمكانة الاقتصادية الأمريكية أصل هي الدولة العظمى أو القوية بتقاس بعنصرين العنصر الأوليني اللي هو القوة العسكرية سمع قوة الاقتصادية القوة الاقتصادية هي اللي بتعمل القوة العسكرية لأن انت معاكش فلوس مش تتعمل سلاح أنت الآن فيه تحدي زي الكيانات الاقتصادية الجديدة اللي بتتولد عن طريق روسيا وعن طريق الصين وعن طريق الهند وإيران وفنزويلا ومجموعة من الدول وجنوب أفريقيا دولا البريكس دولا حياخدوا عملة مضادة للدولار بدأ التعامل ما بين الصين وما بين روسيا بالعملات المحلية يعني عملة الروبل وبعدين بيفكروا في عملة جديدة اسمها البريكس يعني العملة نفسها بيتحدوا بيحسبوا دلوقتي ده تكلفته كامل مثلا الغاز البوترول اللي هو عنده فائد في روسيا عايز يبيعه يبيعه ازاي للصين بكام مش عايزين الدولار ده فطبعا ده هيعمل ايه؟ هيعمل ضربة كبيرة للدولار بعض الاقتصاديين بيقولوا لا أمريكا تفضل كده وتفضل طول عملة قوية هي أمريكا بتتطهور اقتصادية من سنة 75 بس تدريج 75 75 ليه؟ لأنه أيام أيام الرئيس نيكسون كان فيه اتفاقية في سنة 43 44 تيه اتفاقية اسمها بريتون بريتون دي معناها أنه أمريكا تمتلك تطبع الدولار بما يقابل في البنك الفيدرالي ذهب يعني أنت عندك مثلا كمية ذهب مثلا طل تطبع دولارات بما يوازي الطل ساعد ما تطبع يعني قيمته ما تقدرش تطبع دولارات مزاجك مش ده في كل العالم أي عملة كده؟ نحن نتكلم عن أمريكا نحن نتكلم عن أي اقتصاد مالي يعني الدولار أي دولة عندها عملتها الوطنية بتقيم بما تمتلك من الدولار وتعمل توازل العملات بتتدهور الوطنية بسبب هنعتبر الدولار ده عملة وطنية لأمريكا طيب بتتدهور زي كي قعدوا ملتزمين وحفظوا العالم ولذلك كانت العملات مستقرة في ذلك الوقت في العالم كله لما بدأ يرفع القطاع الزهبي عن العملة الدولارية قال لك لا انت بتدوس على الزرار المطبعة بتطبع مليارات ايه المشكلة؟ ودي ده ودي ده ودي ده ودي ده ودي مساعدات ومعندكش قطاع دهب ده عامل ايه في الاقتصاد الأمريكا دهب؟ نهيار لأنه انت عملة ورقية من تسعة وربعين سنة من ايه من خمسة وسبعين التدريجي تدريجي يعني بطيء ما فيش اقتصاد ينهار بالسهولة كده البترول الامريكي يحمي الثروات الأمريكية يحمي ولا تطاقص يا فاندي مجرس امريكا لا تنتج البترول بس عندها في أراضي استورد عملها مخزون استراتيجي وده ما يأمن لهاش اقتصادها؟ ده ما يأمن لهاش البترول لا يؤمن في حد ذاته البترول يستخرج ويتبيع ويجيب عملة يعني العملة اللي هي في الدول الخريجية دي جاية منين أرصدتهم اللي في العالم دي البترول ما هو بيقول لك ايه انا ااخد البترول منك وحاشتريه بس تمنه حنشيره فين في البنوك عندنا يبقى ده بيقو اقتصاده عن طريق يحوله هو بقى للحتة بتاعته بتاعك غطاء واخبار حضرتك فده من هنا بدأ التدور اما بقى الناحية التانية اللي هي العسكرية فطبعا ايه برضو بالنفوذ الانتشار العسكري في المستوى العالم لو تعرف انه مثلا من ايام كلينتون كان عندهم اكتر من 300 قاعدة عسكرية في العالم لما جي كلينتون وما بعده انخفضت النصف 50% وده معناه انحصار اللي هي الفترة الانتقالية بل كنا نسميها السيولة الدولية international liquidity يعني السيولة الدولية معناها ان انت مفيش دولة حاكمة في العالم بعد اختفاءة عتش فيتي فبدأت امريكا تعمل عملية انتقالية وبدأت ترجع تاني عن طريق احداث 11 سبتمبر سنة 2001 وده اللي كانت بداية لاعادة هيكلة الاقتصاد الامريكي والعسكرية الامريكية مرة تانية واعادة النفوس وبعدين دخلوا على ايه يعني عملوا احداث 11 راح افغانستان احتلوها والعراق وضربوها واحتلوها واحتلوا سوريا واحتلوا منطقة واعادوا هيبتهم مرة تانية امريكا مرشحة في ضوء ذلك الى التراجع السريع في مكانتهم ونفوذهم العالمي وانهم محتمل انهم يختفوا مع الكيان السهيني من الاقليم وده حيبقى بداية اعادة العجلة لمنطقتنا وتقدمها وحدتها خليني اخد من كلمة حادثك في الديئة المتبقية مصر قرمانة ميدان في هذا الصراع الانتخابي وتأثير هذا الصراع على مصر بما تعانيه من مشاكل اقليمية تؤثر على الداخل المصري انا مش عايزة بالغ ان احنا يعني ملناش في الانتخابات الامريكية ملناش بس التأثيراتها علينا المباشرة او الغير مباشرة ده او ده يعني حزب الديمقراطي او الجمهوري هينفذ سياسات الدولة العميقة هينفذ نعم متفقين علي ده صحيح ومصر بالنسبة له هم مهمة فالحزب الجمهوري جاه او الحزب الديمقراطي استمر يعني هيأتي ان هم عايزين يحافظوا على مصر عشان مصر دولة كبيرة رمانت الميزان ورمانت الميزان وبالتالي تركها لسياسات حر او حرية حركة بالنسبة لها والاتجاه شرقا مع الصين ومع روسيا ومع الآخرين انا منهجية التعامل اذا ده خطر عليهم فيحاولوا قدر الامكان ان هم يستردوا مصر ايا كان الفائز ايا كان يعني مش هتبقى كفة ترابز فاسا يذهب من يتأمل امريكا من الداخل ويعيش فيها زي ما انا رحت وكنت استاذ زائر اكثر مرة عارف انه هو ما فيش فرق بسياسات كل ده اصلا مادة عشان نكتب مقالاته لكن في الاخر انت امام دولة ثابتة من الداخل الدولة العميقة زي المحاولة بتاع الترامب دي هتلاقي الدولة العميقة هي جاهزتها ورتبتها عشان ترامب ييجي يشعل للدنيا شوية وما تعرفش لانه خايفين لو انه منجحش ممكن يفتت امريكا وبعدين الديمقراطيين لطاف لزاز يعني الواحد وليه وقته اه يعني وهكذا يعني طبعا مستاذ دكتور جمال زهران مستاذ العموم السياسية شرفتنا ونورتنا في هذا التحليل المبسط للمشهد الانتخابي الامريكي شكرا لك فان مالعف مشاهدين دي كانت فاكرتنا عن المشهد الانتخابي الامريكي ومن هذا المشهد ننتقل معكم الى ملف اخر لا يقل اهمية الالمبيات ومشاهدته الرياضة المصرية الاسبوع الماضي من وقعة شهد وجنة الاستعدادات للأولمبيات الرياضة كلام سيادة الرئيس النهاردة اللي اكد فيه على حاجات مهمة جدا بين كل تلك النقاط سيكون هذا محور الفقرة القادمة استعدادات مصر الأولمبيات باريس خليكم على اشتركوا في القناة